على هامش الحرب بين الشرعية والانقلاب تدور معركة أخرى ميدانها البرلمان تحاول فيها ميليشيا الحوثي عرقلة الجهود الحثيثة للشرعية في جمع النصاب القانوني المطلوب الضامن لانعقاد المجلس مصادر برلمانية أفادت عن قيام الحوثي بتهديد ما يقارب 30 عضوا برلمانيا يقيمون بصنعاه وأكدت تلك المصادر لوسائل إعلامية بأن التهديد شمل القتلى وتفجير المنازل البرلمان وفق صحيفة الشرق الأوسط كتب رسالة عاجلة إلى الأمم المتحدة يدعوها إلى التدخل السريع لحماية النواب المهددين بالتصفية من قبل ميليشيا انقلابية لا تحترم حتى الحصانة البرلمانية وقالت الصحيفة إن نائب رئيس البرلمان محمد الشدادي طالب في لقائه المبعوث الأممي بالضغط على الميليشيا لإعطاء النواب الحرية للبقاء في صنعاء أو تركها كانت الحكومة قد بذلت جهودا كبيرة من أجل لم شمل البيت البرلماني في إطار الشرعية إلا أنها فشلت في عقد جلسة نهاية العام الماضي وفي الوقت الذي أعاد فيه الشدادي أسباب عدم عقاد الجلسة إلى أمور أمنية ولوجستية إلا أن مصادر مقربة أكدت وجود اشتراطات سعودية إماراتية أخرت عقاد البرلمان فيما يبدو فإن البرلمان اليمنية الأطول عمرا بين برلمانات العرب سيعيش فترة إضافية في ظل تعقيدات الوضع وطول الأزمة وحتى تسمح الظروف للحكومة بعقد جلسة برلمانية في المناطق المحررة سيظل البرلمان رهينة تهديد ميليشيا الحوثي واشتراطات التحالف ترجمة نانسي قنقر